السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب الجميع يكون بخير معنا دلوقتي تدريبات لسن فور الدرس الرابع نبدأ بأول سؤال اللي هو دايلوج المحادسة وعندي شوية كلمات فوق نترجمهم الأول وبعد كان ندخل على المحادسة بتاعتنا وات يعني ماذا ستوب يعني يتوقف عن ووركينج العمل شوال كاري يعني يحمل فن فن يعني متعة أو استمتاع طيب جراس هابر بتكلم أنت اللي هو النملة جراس هابر بتقول لها what are you doing ماذا يعني أنت أو أنت يعني تفعل أنت بتعمل ايه أنت أيها النملة أمجي أنت أنا بعمل ايه أنا بشتغل يبقى أنا بعمل جراس هابر قال but ولكن it is هو يكون a beautiful day دي يعني يوم وبيوتفل يعني جميل إنه يوم جميل why don't يعني لما لا you أنت ايه ووركينج عايز يقوله يعني لما أنت لما لا أنت تتوقف عن العمل يبقى stop ووركينج متوقف شغل بقى وتعالى نلعب ونستمتع يبقى stop يعني يتوقف عن أنت قاله but ولكن I أنا need to أحتاج أن أنا أحتاج أن إيه on with my work خد بالك carry يعني يحمل لو جاء معاها on يبقى carry on يعني معناها أستمر فيه تمام يبقى هنا يحمل أو أستمر لو جاء معاها on يبقى carry لوحدها يحمل طب carry on carry on يعني يستمر فيه يستمر فيه أوكي يبقى I need to carry on أنا محتاج أستمر فيه with be my work شغلي أنا محتاج أن أنا أكمل أو أستمر في شغلي we must إحنا لازم have have إيه have يجي معاها كلمة fun وتبقى have fun يعني يستمتع working العمل أو الشغل is يكون يبقى العمل is يكون so يعني جدا boring boring يعني ممل أنت قال له no يعني لأ we must إحنا لازم think about يعني نفكر في نفكر في the future future يعني المستقبل أوكي ندخل بعد كده على السؤال اللي بعده اللي هو matching التوصيل في التوصيل بنحل أو بنبدأ نترجم الأول الجمل اللي عليمين وبعد كده نرجع للجزء اللي على الشمال against against يعني عكس أو ضد a tree يعني شغر أو دي إحنا فهمناها لكلمة عكس هنا يقصد بيها مد يضهره لحاجة تمام يبقى مد يضهره للشجرة لما تسند كده وترتاح تريح ضهرك against a tree يعني يبقى أنت سند أو مد يضهرت لإيه للشجرة a hot season season يعني فصل فصل من فصول السنة وهاط يعني حار cold يعني بارد والseason يعني فصل فصل من فصول السنة فصل بارد buzzing and working hard buzzing يعني يصدر الطنين الطنين اللي هو صوت النحل and where working يعني يعمل hard begin most يعني معظم most of معظم إيه بقى his time his time يعني وقت relaxing يعني مسترخي قعد مريح the bees النحل are يكونوا النحل بيعملوا buzzing and working hard بيصدروا الطنين له and working hard وبيشتغلوا begin the grasshopper اللي هو الجرادة spends spence يعني بتقضي أو بيقضي بيقضي most of his time معظم وقت relaxing مسترخي the man الرجل is يكون resting resting يعني بيريح rest يعني يقضي راحة أو بيريح بيريح against ومدي ظهره يعني مدي ظهره للشجرة winter يعني الشتاء the season يعني فصل من فصل السنة easy يكون يكون hot season ولا cold season طبعا cold season يعني فصل بارد سائع يعني طيب reorder قعد ترتيب من ترجم الأول الكلمات زي ما احنا متعودين flowers يعني ظهور full of يعني مليء ب the يعني the gardens يعني حضائق r يعني يكون يبقى the the ايه طبعا بين هي زي ما خدنا في درس التاعنا الحضائق تكون مليئة بالزهور ايه دا دي سهل قوي يبقى the gardens الحضائق ملها يكون عشان هما جامع r full of يعني مليئة ب ايه بقى flowers الزهور طي lovely lovely يعني لطيف it يعني هو و a جي ادات نكرت حتى بلكلمة المفرد day يعني يوم و is يعني يكون يبقى هو يكون يوم لطيف يبقى it هو is يكون a lovely day انه يكون يوم لطيف garden يعني حديقة looks يعني ينظر he هو over يعني من فوق they يعني offense يعني صور زي اللي هو the grasshopper الجرادة بصت من فوق صور الحديقة يبقى he هو looks يعني بينظر over من فوق they يعني l l a بقى صور الحديقة بصوا جماعة في العربي لما يبقى كلمتين مع بعض لاني مثلا عندي كلمة صور الحديقة دول كلمتين مع بعض بالعربي صور الحديقة لو انا عايز اكتبهم بالانجلش اعكسهم اكتب كلمة الحديقة اللي هي بالعربي رقم اتنين اكتبها رقم واحد يبقى garden وكلمة صور انا اسف هنا garden en وكلمة صور اللي كانت رقم واحد بالعربي اخليها رقم اتنين بالانجلش the garden fence صور الحديقة ما اقولش the fence garden لا garden fence طيب think think يعني يفكر ولو ويجي معاها about يبقى يفكر في must يعني لازم ويعني نحن the future يعني مستقبل يبقى زي ما هي واضحة واخدنا في الدرس بتاعنا اللي هو بتاع القصة بتاعت النملة والجرادة قال لي احنا لازم نفكر في المستقبل يبقى احنا يعني we لازم يعني must نفكر يعني think ونحط معها about يبقى think about نفكر في the future يعني لازم نفكر في المستقبل طيب ندخل بعد كده على اسئلة choose اللي هي اختار بيقل بيقل لت نقط on يعني على the door دور اللي هو الباب before يعني قبل she هي entered يعني دخلت المفروض قبل ما بندخل الاوضة بنعمل ايه نخبط على الباب يبقى يعني ايه يخبط knock 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 كده يخبط على الباب يبقى knock واخد بالي الكي هنا silent يبقى knock كده knock knock on the door يبقى تققى خبط على الباب before she entered قبل ما هي دخلت او قبل ما تدخل the a r يعني يكون always دائما buzzing buzzing اللي هو يصدر صوت الطانين مين اللي بيعمل الصوت ده ايوة bees اللي هو النحل طيب ذا a grasshopper grasshopper اللي هو الجرادة doesn't يعني لا like يعني تحب لا تحب to work لا تحب ان تعمل الجرادة لا تحب ذا ايه الجرادة لا تحب ان تعمل الجرادة انهي الجرادة الكسول لو اي حد ميحبش اشتغل طبعا هو lazy lazy يعني كسول لازم نكتهد ونشتغل تمام ونشتغل وبرضو لازم نستمتع برضو بغزء من وقتنا بس برضو العمل مهم جدا ما ينفعش ان نعود على طول كسلانين i can't can't يعني لا استطيع climb be silent climb يعني اتسلق انا لا استطيع ان اتسلق the garden ايه because لان it is هو يكون high high يعني عالي اه اللي بيبقى داي الحوالين الحديقة fence fence اللي هو sword garden fence الصور الحديقة تعالي ندخل الوقت على punctuation اول حرف من الجملة لازم يبقى capital i انا اسف ال i هنا capital اه هي كلمة اسمها it لما تلاقي حرف الوحد وتحط قبله apostrophe يبقى it's خد بالك ال s جيه يختصر كلمة is تمام لما تلاقي اي حاجة مختصر انها فتلاقي حرف الوحد اعرف ان ده قبله apostrophe it's important يعني من المهم to think and to فكر وthink يجي معها about بمعنى في يبقى think about تفكر في the future the future كتفيه دبانة the future اللي هو المستقبل او الصعام اللي تيجي فوق كتا هي بتدبانة يبقى it's important من المهم to think about ان تفكر في the future المستقبل ولان دي جملة ما بيسأل شي يبقى حط full stop تمام وطبعا هنا لو عندي اسم شخص او اسم بلد او اي اسم من الاسماء لازم اول حرف يبقى capital مفيش يبقى خلاص خلي الباقي كله small هنقف لغاية هنا وان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنتكلم عن بيروغراف عن اللي هو الجراضة الكسولات ما تكونوا استفدتوا واستمتعتوا ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك طب لو ما عجبكش اعمل لايك برضو اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جاي والسلام